تزامنا مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني 2016 نظمت الجهات الخمس العدلية في مملكة البحرين ورشة عمل بعنوان المرأة في الدستور البحرينية حيث تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة قامت بتنظيمها خلال الفترة الماضية الزميلة خاولة لجرنيس كانت احدى الحضور في الورشة وجاءتنا بالتقرير التالي في اطار حرصها على توعية المرأة البحرينية والقانونية تحديدا ننظم معهد الدراسة القضائية بالتعاون مع الجهات العدلية الخمس في البحرين ورشة عمل بعنوان المرأة في الدستور البحريني تم التركيز فيها على عدد من البنود والقوانين التي تناولها الدستور البحريني والمتعلقة بحقوق المرأة كبار عن ورشة عمل رح تنقسم إلى قسمين القسم الأول رح نتكلم فيه عن المادة الخامسة الفقرابة من الدستور البحريني وعن المادة بشكل مختصر تتكلم عن مساوات المرأة بالرجل في جميع الميادين وأنها تكفل لها التوفيق بين الأسرة وبين عملها هذا بيكون إن شاء الله الفقر الأولى الفقرة الثانية بنتكلم عن كيفية اللجوء إلى المحكمة الدستورية بمعنى أن شلون الشخص الطبيعي إذا عنده أي قضية أمام المحكمة وهو تراءله عدم دستورية هذا النظر كيف يحيلها إلى المحكمة؟ إن شاء الله رح نوضح اليوم للقانونيين الطريقة اللي ممكن هو يحيلها إلى المحكمة الدستورية هذه الأهداف رح تكون أولا هي فيها التوعية للفئة القانونية ثاني الشيء إحنا اليوم موجودين في المعهد كنوع من أنواع الأنشطة للإحتفاء بيوم المرأة البحرينية اللي سوف يخصص هذه السنة للمرأة العاملة في المجال العدلي تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة التي قامت بتنظيمها الجهات والعدلية الخمس في الفترة الماضية فعالية اليوم هي المرأة في الدستور البحريني وهي تأتي ضمن سلسلة برامج وفعاليات التي نظمها معهد الدراسات الغضائية والغانونية تزامنا مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية وطبعا معهد عدد كل هذه الفعاليات من أجل إبراز الجهود المرأة البحرينية في المجال العدلي والغانوني الورشة بيانت للقانونيات عدد من البنود الخاصة التي خصت دستور المرأة البحرينية بها ودورها الوطني الذي كفى له بنصوص جسدت المبادئ الواردة في مثاق العمل الوطني أضافت للكثير الأول شيء في أمور كانت تطرقها لها خصوصاً المجلس المؤتمر الوطني الثالث تعرفنا على العديد من مطالب التي تطلبها المرأة وفي صالح المرأة وتم الاتفاق على العديد من النقاط وتم طرحها وتم التصويت عليها واستفادت فيها أضافات للكثير من جانب آخر قامت المشاركات القانونية في الورشة بحل مجموعة من التدريبات القانونية التي تم وضعها لتبيان كافة البنود التي شرعها الدستور البحريني خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين